ارتفاع في أسعار اللحوم الحمراء بالنسبة الثلاثين بالمئة سببته التعليم الأخير لوزارة الفلاحة والتي وجهتها لمستورد اللحوم المجمدة تعلمهم فيها بتعليق عمليات استيراد هذه المادة الأساسية التي تغطي قرابة تسعين بالمئة من احتياجات السوق المحلية انتك يتحبس هذا الأخير ومش راح يوقع راح يقطر على السوق اليوم نشوف اليوم يوصلوا لي التقارير وين يقول لك اللحوم التعليل الكونج لهذا رازت بثلاثين في المئة السعر اللحوم التعليل الكونج لهذا كان يدير ثمانين ألف اليوم راوي دير مئة وعشر ألف هذا المشكل الذي راح نعيشه بعد التعليم التي مدتها وزارة الفلاحة بتاريخ 7 أكتوبر ويطالب ذات المتعاملين وزارة الفلاحة بإعادة النظر في التعليم التي أدخلتهم في بطالة تقنية خاصة بعد منع عشرات حاويات اللحوم المستوردة من الخروج من الموانئ إجراءات تعسفية التي رهدرتها وزارة الفلاحة توقيف بعض المتعاملين اقتصاديين لحاويات تحهم أكثر من شهرية في المناء هذا يصب ضرر أولا ضرر الخزينة العمومية لأنه كل حاويات تخلص عليها مئتين دولار يوميا تقلل سيريش تاريون المجازينجل هذا اللي يروح هذه اللي تخرج بالخزينة تأخذ بلا يتيبار وتشوفنا كيف نديروا احنا الخدامة لأننا نحبسهم الخدامة يروحوا للشوماج يروحوا يريحوا نوقفهم نحن رأينا نخلصهم ورأي مريحين ويعتبر اتحاد التجار قرار وزارة الفلاحة تعسفي في حق المتعاملين لأن تعليق أو توقيف أي عملية استيراد حسبه ليست من مصالحها التي هي في الأساس من مهام وزارة التجارة بالنظر لقيمة اللحوم المستوردة والمقدرة ب144 مليون دولار سنويا حسب ذات المتعاملين لا تساوي شيئا مقارنة ببعض المواد الأخرى المستوردة التي تقل أهمية عن مادة اللحوم ولم يتم منع استيرادها